السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج الصيام المتقطع من خلال دراستنا في التغذية التكمولية من ماهض التغذية التكمولية في نيويورك عام 2019 وهو أكبر ماهض التغذية التكمولية في العالم توصلنا بمحتصر سريع بأن الطب الحاكوباثي يعتبر هو العمود الأساسية في كل ما تعلق بالصحة البشريات حتى في كل ما تعلق بالنظام أنظمة اللي هي الغذائية وطبعا كل شيء له تفاصيل دقيق جدا لكن نحن نأخذ مقتطفات سريع وسنسعى من وقت الآخر تقديم مزيد من ذلك وهناك أيضا خطة الإصدار كتاب بجميع التفاصيل علمية بهذا الشأننا وفيما تعلق بالطب الحاكوباثي طيب فيما تعلق بالهي الموضوع كل ما تعلق بالصيام المتقطعة الذي ساغناه حاكوى دايت ثرابي أو بالعربي تداوي بحمية الماء ساخن حاكوى هو من مصطلح مغطلة بدأ كلمة حاط أكوى حاط هو من الإنجليزي أي ساخن وأكوى من اللاتينية الماء وهذا يعد ألم تجارية مخصص لنا لتميز هذا البحث الذي أصبح هو مسمى بطب الحاكوباثي في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تأسيس هذا الطب الآن فيما تعلق بقضاء على كل هي إزدواجية ما تعلق بأنظمة الغذائية بعض منها مفيدة والبعض تقول غير مفيد وكذلك هذا مضر وهذا مفيد وحتى في خلاصه بحيث أن توصلت الأبحاث العلمية بأن لا يوجد نظام غذائي موحد للجميع قد يكون طعام مفيد للشخص ويتحول مادة سامة للشخص آخر وهناك أيضا في تفاصيل أكثر من ذلك لذلك وجدنا بأن في كل شيء الذي نتحدث يتعلق بالطب بالصحة البشري الشاملة الصحة الشاملة في كل ما يتعلق بالصحة البدنية والصحة العاطفية والصحة العقلية والصحة الروحية وكذلك كل ما يتعلق بالجينات والجوانب السيكولوجية والجوانب العاطفية كل ذلك يرجع إلى المصدر الأساسي كوقود تعيد التحريك كل خلية في جسم اللسان وكل عضو في جسم اللسان لإتمام وظائف كل خلية وكل مادة وكل موجودة من حيث جسم اللسان كل عضو من أعضاء جسم اللسان له وظيفة وكل يعني له وظيفة معينة وتأدية هذا المهام بشكل فعال والدقيق يعتمد كل عضو يعتمد من الدرجة الأولى على مدى توفر كمية الحد الأدنى من هذه المواد الطبعية التي انطلقت منذ بداية تكوين الإنسان وهو بداخل رحمة الأمة دون أي استثناء مع عدى أدم وحواه عليهم السلام طيب ندخل مباشرة فيما تعلق هذا الجانب لذلك توصلنا بمختصرا بأن لذلك ننصح بالشدة الالتزام والتطبيق هذا البرنامج الحمية تداوي بحمية الماء الساخن وهذا برنامج عمومي الذي نشرناه ونحاول من وقت آخر تذكير المجتمع بهذا الشأن لكن يتوزع بذلك بالتفاصيل إلى ثلاثة أنواع من برامج لكن أخذ برنامج عمومي ليستفيد الجميع وهو من خلال اختصار كمية الطعام التي يتناولها الإنسان بشكل يومي من العادات التي نتعود عليها وهي بمعدل نسبة تعادل تقريبا تخفيض كمية ما يعادل 50% إلى 70% وأحيانا قد يوصل إلى 90% يعني على سبيل المثال كمية الطعام للشخص الذي تناول معروفها الصحن صحن طعام كبير إذن الإنسان الآن يأخذ نص الصحن وممكن يوصل إلى ربع الصحن ربع الصحن وداعا لإفطار وداعا للغداء وداعا للعجاء فقط يكون ذلك لأسباب استثنائية كمثل حالات اللي يتجامع اجتماعي للحفلات وبعضها اللي هي المناسبات أو تجمع أو يتكون حالة استثنائية مرة أو مرتين في الأسبوع نسميه يوم الغيش يعني إنك تناول ما تريد من طعم دون أي قصر من حيث إنه متابع نظام معين من الحمية وبتالي إذا خلال أبحاثنا وبتبعا عندما تعمقنا كيف الجنين يتغذى فقط من الماء الساخن هو السأل الأمليوسي يعني 99% ماء ودرجة سخونة الماء هذا سأل 37 نص ترجم مأوي يعني ساخن وكيمية الباقي هي النسبة الواحدة هي مادة كولاجينية مادة بروتينية وهي غير كولاجينية كولاجينية وغير كولاجينية مادة مغاضية للجنين إذن الجنين يتغذى من نسبة فقط هي كافية 1% هي كافية لذلك هذا معناه أن البروتينات يعني الإنسان يكتمل الخلق الإنسان يعني الطفل متولد يعني مكتفيا بجميع المعادن والبروتينات التي يحتاجها لذلك المواد البروتينية والفيتامينات والمعادن التي يحصل عليها وقت مراحل لموة يعني منت الطفل ويمر مراحل حتى بلوغة سنة حتى كل ذلك طريقة التي نحن طريقة ماشينا عليها هي طريقة خاطئة يجب تخفيد كمية الطعام وكما أصلافت ذلك تطبيق نظام تداوي نظام حمي الماء الساخن بحيث الاكتفاء بكمية من الماء الساخن بحيث طبعا هناك في حلقة أكثر تفاصيل كيف تقوم الأنزيمات في كسر الأطعامة لتوفير الطاقة على كمية 3-4 هي كلها من أجل الطاقة للخلايا الطاقة للخلايا بينما تبقى ربع منها جوز من هذه الأربعة مصادر يبقى أيضا مصدر آخر لبناء الأنسجة والأخلايا يعني اللواء أحمد أمينية طبعا هناك تفاصيل أكثر لذلك بس الأساس ندخل مختطفات سرية ما يتعلق بمضمونة هذه الحلقة تداوي بحيث الماء الساخن وبتالي يصبح الماء الساخن هو الأساسي والصحيح يوفر للخلايا طاقة نظيفة طاقة نظيفة 100% بعيدا عن النفايات لأن الماء الساس لا فيها نفايات بينما الأطعمة بعد أن يتحضميها تبقى نفايات هي التي تؤدي إلى تسمم الخلايا لذا الطريقة التي نحن نتناول أطعمة طريقة خاطئة وتالي ما هذا النظام هو حقوى دايت الثرابي أو تداوي بحمية الماء الساخن يغير صفحة التاريخ الصحة البشرية في هذا القرن الواحد والعشرين فخر لكل عمانية فخر لكل خليجية وفخر لكل عربية بأن الذي اكتشفه هو عماني لذا لا تعود ملكية ملكية عمانية خليجية عربية وكلما تنتشر على البشرين فكلما توصل له الآن وفي أمريكا مسجل بمكتاب الكونغرس لكن باسم عمان خليج عرب الآن بدخول إلى هذه المقتطفات سريعة بحيث أن تتناول وجبتك على الإفطار أو الغداء أو العشاء عند وقت اللي هاجموا لها يعني عندما تشعر بالجوة لكن لا تنسى أيضا ضرورة ضمن البرنامج تناول ماء ساخن توزيع الماء ساخن وبواقع ثلاثة لترات من الماء ساخن على درجة خمسين درجة ماءوية بشكل يومي لدى كبار وصغار لأربعين درجة ماءوية نرى أهمية أهمية كبرى من ضمن البرنامج هناك في كأس الماء ساخن في كل وجبة قبله بربع ساعة إلى نصف يعني قبل واجبة للإفطار لا بد يكون فيه كأس الماء ساخن حوالي ربع ساعة إلى نصف قبل إذا كان واجبة الأغادة قبل بربع ساعة إلى نصف إذا وقت قبل واجبة العشاء قبل بربع ساعة لماذا نقول ذلك لأن بعد مرور ثلاثة ساعات من آخر كأس التناولت من الماء ساخن نتيجة عملية تسري وتصفيتها تسري الأنزيمات وكسر هذه كل المواد الموجودة في المعدة من الأطعمة وتصفيت النفايات أن تركضاء الحاجة أرزيكم الله له يسمى التبرز وتبول وبالتالي يعمل قضاء لتصفية السموم وكذلك كل النفايات نحتج من الأطعمة وتقليل كمية النفايات لأنه فيه تقليل كمية الأطعمة وبالتالي اكتفت الخلايا بالحصول على الطاقة النظيفة بعيدة عن أي نفايات وهذه النفايات مكونة من ثاني أكسيد الكربون وكما تعلمون مخاطرها وغاز الميثان وكما تعلمون مخاطرها وكابريتيت الحيدروجين هذه ثلاثة مواد خطيرة جدا من نفايات الأطعمة لذلك عند التقليل لذلك يكون مكتفيا وبالتالي حتى في هذه الحالة جسمه يتخذ بشكل سليم جدا وهو يعتبر واحد من مصادر الصحة المثالية تعيد بناء الإنسان العصري الإنسان المعاصر الذي ينعم بالصحة الشاملة هذا التاج الذي يلبسه فوق رأسه ودعا للأمراض المستعصية إلى بقدر ودعا للخوف من القلق أو القوف والقلق من الأمراض المستعصية والاكتئاب والفقدان الطاقة وعلامات الشيخوخة وغير وغير طبعا موضيك هذا كثير جدا بتفاصيل أكثر بذلك فيبقى الإنسان بحيويته بذكائه بقدراته في عملية الإنتاجية والتخزين معلومات وكيفية تعامل مع الآخرين وكيفية التخزين معلومات طبعا هذه كلها حلقات من وقت الآخر نحن نقدم من وقت الآخر ولماذا دور الماء الساخن أو الطب الحاكوباثي إنقاذ البشرية لذا لذا ضرورة جدا لدى الكبار حد الكيمية الأدنى سواء النساء أو الرجال من سن البلوغ سن البلوغان سن المراحقة أو ما فوق لا يقل على ثلاثة لترات من الماء الساخن توزيع الامتدال اليومي وفق البرنامج ودرجة السخونة خمسين درجة موية ولدى صغار أربعين درجة موية من دون سن البلوغ والسن المراحقة حتى الطفل المولود الجديد مولود نعم ماء ساخن أربعين درجة موية وكمية هناك في كيميات خصصناها وفقا للعمار لدى الأطفال لذلك بالطريقة هذه يكتف الإنسان يعتمد على الماء الساخن كمواد غذائية أساسية قوقود تغضي خلايا جسم الإنسان من حاجات من الدرجة الأولى وبتالي تبقى الأطعمة هي من الدرجة الثانية بحيث كمية ضئيلة من الطعام كافيا للإنسان يتقذ بها إلا في حالات استثنائية مثل شعور بالجوع ولكن إفراط ممكن مرة أو مرتين في الأسبوع لكن لا تكون عادة يوميا وهذا خبر مفرح كثير للعالم بحيث مشاكل الغذاء النقص الغذاء في العالم وطبعا النزاعات المشارية كل التعود أيضا فيما تعالق في هذا الجانب وتخوف من الأمم المتحدة منظمة التغذية العالمية وتحت المنظومة اليونسكو أو أسموه الأفوال الخاصة للأغذية تحت الأمم المتحدة أو يونسيف أو شيء مثل هذا كل هذه التخوفات العالمية تعلق بنقص الغذاء وقلة انتاجها في زراعية ومعرفيش محصول زراعية محصول زراعية وخوف من الزيادة السكانية في العالم الله سبحانه وتعالى خلقه كل شيء بموازينه ويعلم ما يفعله وإذا يأتي لم يأتوت هذا ما أذكر في القرآن الكريم يعني الله سبحانه وتعالى لم يأتي الإنسان إلا قليل من العلم لم أتيت من العلم إلا قليلا فهذا العلم يتطور كل يوم من وقت الآخر من وقت الآخر من جيل لجيل من حيث يواكب مع توازن هذه الزيادة السكانية بحيث لا خوف الله سبحانه وتعالى لم يغفل ولم يفشل في عمل زيادة السكانية كله بتوازن لذلك بإذن الله تعالى جعل جل وعلا جهد النعمة الربانية اكتشاف هذا في القرن الـ 21 أكثر أحمية لإنقاذ البشرية من مزيد من هذه خوف من الأوبئة وخوف من الأمراض المستعصية وخوف من النزاعات البشرية لجدوة ومزيد ومزيد إن شاء الله نعم إلى حياة أفضل كل من يستمع هذه الرسالة الصوتية وهذه النصائح الصحية حيث كوتشينغ ما تعالى بالطب الحاكوباثي من مصدر منطلق من مكتشف ومؤسس الطب الحاكوباثي أمامكم وهو متحدث أخوكم ومحبكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري مواطن من سلطة عمان نعم فخر لكل عمانية فخر لكل خليجية فخر لكل عربية إن شاء الله سفينة النجاة لإنقاذ البشرية وإنقاذ أخواننا في عمان والخليج والعرب وإلى العالم إن شاء الله بإذن الله تعالى جل وعلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته